المجلس الوزراء وشمال أفريقيا بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة السيد عبدالله الزين مدير عام مكتب ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن المملكة وصلت إلى مستويات متقدمة في تعزيز دور قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وهو ما يعزز دورها في التسهيل على المواطنين والمقيمين وتخدم الجودة الحكومية في المملكة بما يواكب التطور التكنولوجي وأشهد سموه بدور شركة يواوي في مواكبة التطورات التكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل وتسريع إجراءات عملائها مبينا سموه إلى أن المملكة ماضية في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وأستعرض سموه مع السيد ستيفني العديد من المواضيع المتعلقة بالتقنيات لشركة يواوي عالميا والمواضيع المختلفة في ذات الشأن وقدم السيد ستيفني شكره وتقديره إلى سموه الشيخ ناصر بن حمد على حفاوة الاستقبال ودور سموه البناء في تعزيز دور الشركة في مملكة البحرين ودور الشركة في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر